ازايكم يا شباب عاملين ايه? يا رب يكونوا كلكم بخير. يا رب يكون الفيديو بتاع انبارح عجبكم الحفلة اللي احنا كنا عاملينها عشان شحن رويل باس. وطبعا شحننا الناس كتير جدا رويل باس. وابعتنا كمان اكواد تحولوا بيها يوسي. ولسه طبعا هنكمل. في ناس لسه ما استلموش بطن منهم. بقول لهم ما تقلقوش. الدنيا معكم هتبقى تمام. وكل الناس هتستلم جوازها بازن الله. تمام يا شباب? اه ده لك والتحب عاملو. ويا ريت الناس اللي ما ما حضروش معنا الحفلة بتاع ترويل باس الموسم اللي اربعتاشر مبارح. اه اللي ما شافوهاش يا ريت يرجعوا يشوف الفيديو لان فاتهم كتير اوي 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 يعني. تمام? فاتهم كتير جدا فعلا في فيديو فتح السيزن اللي اربعتاشر. اه دلوقتي ادخل معاكم في موضوع الفيديو الجديد بس يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرز ونشوف اللايك الجميلة بتاعتكم ونشوف كومنت جميل اه زيكم كده بالزبط. ماشي يا شباب? يلا بينا نبدأ الفيديو. فيديو النهاردة انا بكلمكم عن مهمات الاسبوع الاول اللي هي فتحت عندنا كلنا. ومهمات الاسبوع التاني اللي هي مش فتحة عند كل الناس. ماشي يا شباب? مهمات الاسبوع الاول ومهمات الاسبوع التاني. طبعا واتوركي بيبعت عايز يتطمن على مستقبله. اتطمن يا توركي هزبط لك الدنيا. اه نبدأ مع بعض انا عايز ادوس على الاربي بس هما بيبعتها بالكوستاف. نلحق ندوس على الاربي. يلا بينا. اه طبعا مهمات الاسبوع الاول زي ما احنا هنشوف وانتو طبعا شفتوا قدامكم. اقتل اتنين اه عدوين دوسهم بعربية من الاخر في الوضع الكلاسيكي يعني تدوس اي اي عدو بعربية في الوضع الكلاسيكي. المهم المهمة التانية. تختار مهمة من التلاتة دول. الحكمة مجموعة تلات تلاف وستمية درر في الوضع الكلاسيكي. يعني حوالي هتقتل الاربعة. هتقتل الاربعة في الوضع الكلاسيكي. او اه او كنبا الحاج سبعة تلاف وخمسمائة من الدرر في الساحة دي هتخلصها ممكن في جيم ولا حاجة. الجيم بيخلص على طول. اه يعني الدامج في في الساحة بيكون اكبر من الكلاسيك. فسبعة تلاف خمسمائة دي ممكن تخلصها في جيم واحد بس بمنتاز سولة جدا. هقول لك ليه دي الوقت انا بقول لك على الساحة. اه او كنبا الحاق اربعة تلاف من الدرر في وضع الحمولة. فشوف انت عايز تلعب حمولة براحتك. عايز تلعب ساحة براحتك. عايز تلعب في الوضع الكلاسيكي براحتك. المهم انك هتختار مهمة من التلاتة دول علشان تخلصها. ماشي يا جميل. نخش على المهمة اللي بعدها اقتل اي عدو بمسافة ميتين متر مرتين في الوضع الكلاسيكي. احنا اتفعنا طبعا مهمة الميتين متر دي ازاي نخلصها بسهولة? انت مش تازم تقتل حد من بعيد خالص. ممكن لو قابلك بتعمله آآ وتبعد عنه تجري اكبر مسافة ممكن تجريها بعيد عنه. لحد ما يتفنش هيتحسب لك اقصى مسافة اللي هي ممكن تتحسب لك بعد الميتين متر كمان. فانت لو عملت كده مع بوتين. هتلاقي المهمة دي خلصت معاك بسهولة جدا مش محتاج انك تكون سنايبر او تستخدم سنايبر او تتل حد من المسافة دي بالزبط يعني. المهمة اللي بعد كده هي سهلة سافر مسافة تبلغ عشرين الف متر خلال قيادة المركبة في الوضع الكلاسيكي. يعني انت اللي هكون سائل عربية تمشي بها عشرين الف متر. دي ممكن تفيدك جدا في ميرامار او في ارانغل. الاتنين دول ممكن تمشي فيهم بالعربية براحتك عشرين الف متر. عشرين الف متر مش كبيرة قوي يعني. آآ ساي قول من بوشينك يروح المطار وارجع تاني يعني يعني آآ هتاخد العربية تتفسح بها وترجع. ماشي يا شباب? تعمل لاصحابك اربعة وعشرين مرة. طيب ايه المهمة الصعبة دي? المهمة الرخمة دي? لا ما الصعبة او الرخمة. لو انت بتلعب مع صحابك الشحنين او نقي تلاتة من صحابك يكونوا شحنين. يلعبوها مع بعض. بص يا باشا. اقف على طرف الزون بالزبط. كل شوية حد يدخل الزوني. تعملوا نك. كل واحد فيكو هيعمل ريفيف لصاحبه هتتحسب لك انت كمان. يعني لو كل اتنين فادلوا يعملوا ريفيف لبعض هتتحسب لكم انتو كمان. او ممكن تبقوا سايين كلكم عربية مع بعض. كل شوية اتنين بينطوا من العربية. بيتعمل لهم نك. بيتعمل لهم نك. وبيرجعوا تاني. تمام يا شباب? ثانية واحدة وارجع لكم. تمام? كل شوية اتنين ينطوا يتعمل لهم نك. يروحوا راجعين اه صحابهم يعملوا لهم اه ريفيف. فبالتالي الاربعة وعشرين مرة دول ممكن يخلصوا في جيم او جيمين حسب انتو شطراتكو وسرعتكو في الريفيف والكلام ده. المهم ان الاربعة وعشرين مش صعبة ودي من المهمات اللي ممكن تخلصها انت او اصدقائك مع بعض. فالافضل انك تنزل سكواد مع صحابك وتعملوها مع بعض لان انتو كل ويكونوا شحنين. يكونوا مضافين عندك ويكونوا شحنين. مهم او ان هم يكونوا مضافين عندك ويكونوا شحنين. اه اي حد فيكو هيعمل ريفيف لصاحبه هتتحساب له هو كمان. اهبط على بوشينكي اختار مهمة من التلاتة دول. اهبط على اي سطح في بوشينكي تلات مرات في الوضع الكلاسيكي. اهبط على اي سطح فلوس ليونيس تلات مرات بتختار واحدة من التلاتة او اهبط في كواري تلات مرات دي بطبع سهلة جدا. احتل مركز ضمن افضل تلاتة مع الاصدقاء في مرتين في الوضع الكلاسيكي. من الاخر العب تلك جماعات تقييم يا معلم. التلك جماعات تقييم دول تطلع فيهم. مركز تالت هتزيد في التقييم وفي نفس الوقت انت هتخلص المهمة بتاعتك. العب اربعتاشر مباراة في الساحة طبعا يعني كلنا بنحب نلعب في الساحة او بنتسلة فيها. اربعتاشر مباراة هتتسلة فيهم في يوم واحد او يومين بالكتير يعني مش هتاخد وقت اساسا. قاية العشرين قعدها باستخدام البنادق الرشاشة في اللي هي الخريطة الجديدة في الوضع الكلاسيكي. البنادق الرشاشة زي ما احنا عارفين اللي هي الاس ام جي. الفيكتور. الطوميسون. اه اوزي. الحاجات دي كلها بتتحسب في الاس ام جي اللي هي البنادق الرشاشة. قاية العشرين. المهم اللي بعدها التقطكم بالة دخانية خلال عشرين من المباريات في الوضع الكلاسيكي. انا شايف ان دي ممكن تكون ارخم واحدة فيهم شوية. اللي هو انت لازم تلعب عشرين جيم كلاسيك. علشان تلاقي عشرين كمبلاة ومش مضمون انك تلاقي العشرين كمبلاة في العشرين جيم كلاسيك. فممكن تاخد معك يوم او يومين او تلاتة حسب حاطزك بقى هتلعب كم جيم. وكمان اه هتلاقي فيكم بلا دخانية او لا. كده انتقب معنا مهمات الاسبوع الاول وهندخل دلوقتي في مهمات الاسبوع التاني اللي مش فتحة عند كل الناس. فتحة عند بعض الناس بس. اه اول مهمة عندنا الحق ما مجموعه تمنمية من الدرر في مباراة واحدة في الوضع الكلاسيكي. يعني انت مضطر انك تلعب في الوضع الكلاسيكي وتقتل تمانية. تقتل تمانية. الواحد يعتبر بمية باي احنا عاملين بتاعها كده تقتل تمانية في الوضع الكلاسيكي. حاول على الان ده ما تقدر انك تفجر عربيات. انك تكسر ببان. اه الحاجات دي كلها برضو ممكن تكون بتتحسب في في الدرر يا شباب. تمام? اه المهمة اللي بعد كده هتختار واحدة من التالي مهمات دول. اقتل عشرين. اه باستخدام البناتق الرشاشة في في الوضع الكلاسيكي او اقتل عشرين باستخدام البناتق الرشاشة في المطار في ارانغل او اقتل عشرين باستخدام البناتق الرشاشة في سان هوك في الوضع الكلاسيكي. يمكن يكون افضلهم شوية افضلهم اه من وجهة نظري انا طبعا كل واحد اللي وجهة نظره. يمكن افضلهم شوية لوس ليونيس لان لوس ليونيس في وسط الخريطة فممكن تكون يعني بالنسبة لك هتريحك شوية عن المطار. المطار بيقفل عليه الزوم بدري. آآ لوس ليونيس ممكن تقعد فيها فترة اطول شوية فتعمل كلات افضل او اكتر فتقدر تخلص المهمة بصورة اسرع. برضو نفس الموضوع في رس الخريطة يعتبر. مش بتقفل عليها الزوم بسهولة وبينزل فيها ناس كتير فممكن تعمل فيها العشرين كل بسهولة. المهمة اللي بعد كده انك تلطقت آآ سكوب تمانية تلب مرات في الوضع الكلاسيكي ودي مش صعبة. يعني مهمة كويسة لطيفة. يعني سكوب تمانية آآ نادرة ما بنلاقيه. بس لو بتلعب مع سكواد وارد ان حد في السكواد على الاقل لو يكون لها سكوب تمانية يعني ممكن في تلك جماعات تخلصها. اكمل اربعتاشر مباراة مع الاصدقاء في الوضع الكلاسيكي. آآ سوري في اي وضع. اكمل اربعتاشر مباراة مع الاصدقاء في اي وضع. ده معناه انك لو لعبت في الساحة مع اصحابك اللي اربعتاشر جيم بتوع الاسبوع الاول هتتحسب لك اللي اربعتاشر مباراة دول وهيخلصوا معك بمنتاز سهولة جدا. تمام. المهمة اللي بعد كده احتل مركز من افضل عشرة في اتناشر من المرات في الوضع الكلاسيكي. اللي هو من الاخر المهمة بتاعة الاسبوع الاول اللي تقتل فيها بالبنادية الرشاشة حاول انك تطلع فيها مركز من افضل عشرة وده مش صعبة لان الخريطة اصلا انت بتبدأ اتنين وخمسين واحد فانك تطلع في افضل عشرة دي مش حاجة صعبة. نيجي على المهمة اللي بعد كده وهي برضو بتختار مهمة من التلاتة. خدوا بالكم يا شباب المهمة اللي فوق دي ده من افضل عشرة ممكن انت خلص انت وصحابك. يعني لو انت موت وصحابك تلعه مركز عاشر محسوبة لك يا معلوم. اه المهمة اللي بعد كده احتل مركز ضمن افضل عشرين في سنهك خمس مرات في الوضع الكلاسيكي برضو كي انك بتلعب تقيم لان كلنا تقيماتنا صغيرة دلوقتي مش هتنقص لو طلعت العشرين حتى او التمنتاشر. مهم انك في سنهك انك تطلع اه ضمن افضل عشرين خمس مرات او بالبنادي الهجومية في الوضع الكلاسيكي تقتل عشرين بالبنادي الهجومية في الوضع الكلاسيكي بس في يعني ممكن تنزل اقتل بالبنادي الرشاشة او الهجومية الاتنين هيتحزبو لك والاتنين عندهم مهمات موجودين هنا. او انك تلعب مبارتين في اخوة السلاح اللي كلنا طبعا ما بنحبش نلعبها الحمد لله. المهمة اللي بعد كده اربح مباراة كلاسيكية خلال ارتداء خوزة القواد الخاصة الروسية المستوى تلاتة اللي هي خوزة تلاتة. تكسب مباراة وانت لابس الخوزة تلاتة. المهمة اللي بعد كده اقتل سابعة باستخدام بناطق السويد اللي هي الشوتجان في في الوضع الكلاسيكي. يعني مهمة اللي بعد كده التقت مسدس نصر الصحراق في تمام مباراี่ات في الوضع الكلاسيكي. متوفر الحمدلله. التقت ام جي تناشر خلال عشر مبارايات فراجة الكلاسيكي دي طبعا هتلاقيه في الخريطة الجديدة اللي هي ليفينكي ولا مش هارف اسمها ايه? لسه قرأي اسمها فوق ليفينكي. ليفيك. اه الامجي اتناشر اللي هو السلاح الجديد اللي عامل زي السنايبر ده اللي بيتستخدم فيه طالق اللي اخضر. اه هتاخده خلال عشر مبارات فراجة الكلاسيكي اللي هو هتخلص فيه المهمات برضو بتاعة ليفيك. بكده انت هنا وما تنسوش في المهمات ان المهمات اللي معمول عليها علامة ولدين جنب بعض اللي هي زي دي كده. دي انت ممكن تخلصها انت واصدقائك عادي جدا. لو هم خلصوها بتتحسيب لك. طالما هم شحنين ومتضافين عندك في الاصدقاء. المهمة اللي بيبقى معمول عليها علامة دي. كل ما بتخلصها انت وصحابك الشحنين. انت بتاخد عليها اعلى. يعني لو خلصت مثلا لو انت بتلعب مع سكواد. سواء انت شاحن او مش شاحن. المهمة دي عليها خمسة واربعين. لا انت هتاخد عليها مية خمسة واربعين اعتقد مية خمسة واربعين عليها. نفس الموضوع برضو في الاسبوع الاول. في مهمات بنفس الشكل اللي هي مهمة دي. بخمسة وسبعين بس لو خلصتها مع صحابك شحنين صدقني هتاخد اكتر من كده بكتير هتاخد تقريبا بتاع مية خمسة واربعين او اكتر كمان مش متذكر بالزبط الرقم كامل. تمام? والمهمة برضو بتاعت الاولاد المسكين ايه ببعض? دي اه دي لو صحابك خلصوها بتتحسيب لك انت كمان لو هم بتدفين عندك ولو هم شحنين. اتمنى كلكم تكونوا استفادتوا بالفيديو ده. اتمنى يكون خدتوا بعض المعلومات اللي لو حد مش عارفة او كده. اتمنى تكونوا وعرفتوا مهمات الاسبوع الاول اللي انتم يعتبر ممكن تكونوا خلصتوها. تستعدوا للاسبوع التاني استعداد كويس. وتكونوا تطمينتم من موه requirements التاني وكونوا الفيديو افاتكم. اخيرا ياريت اللي مش مشترك فالقناة وشوف الفيديو. اشترك في القناة وفعل الجرس. نشوف اللايكة الجميلة بتاعكم. نشوف الكومنتات الجميلة بتاعكم. واشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.